بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرب عمر الدوني معاكو ArabicHTML.com طبعا كم درس اللي فاتوا بصينا على لوحة التحكم او الداشبورد بتاع وورد بريس وشوفنا البيزيك على اساس ان احنا برضو قبل ما قبل ما نفتح التكس اديتور بتاعنا نبقى بصينا على وورد بريس من جوة اخدنا فكرة عنه كويسة بصينا على التدوينات الصفحات الروابط الكومنت الاعدادات الاعضاء الحاجات دي كلها بصينا عليها وازاي نغير وازاي نشوف الكلام ده كله ان شاء الله النهاردة هنبص برضو على حاجات تانية طبعا احنا نهاردة ان شاء الله هنعمل زي بيزيك شايل زي ما بتقول كده القلب الابن بس هيبقى مبسط خالص هالاسس ان احنا بنبدأ ان احنا نشتغل ما بين الكود وما بين الكليكات اللي في الداشبورد بتاعتنا الباكينت وبعد كده ان شاء الله هنعمل الثيم بتاعنا الكبير ان شاء الله بس طبعا عايزين نروح نبص ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبكلنا عليك يا اليه طبعا هو ده شكل الثيم التوينتي اللي احنا ما عملناش فيه لسه اي حاجة خالص كل اللي عملنا ازودنا لشوية تدوينات حطنا الامجز بتاعتنا زودنا حاجات في القاومة الجانبية اللي هالواجد بس ما عملناش اي حاجة تانية خالص طب نروح نبص على الشكل الاخير خالص اللي احنا ان شاء الله هنعملو النهاردة هو ده طبعا الشكل اللي احنا نعملو طبعا مش بعيد خالص عن التوينتي اليفن هو هو تمانين في المهم اللي انت شايفو ده كليكات مفوش اي حاجات تانية خالص هو مفيش اللي هنا فيه اتنين بوردر اللي احنا عاملينو هنا هو وبعد كده فيه هنا السيرش بوكس شلناه خالص وبس ما عملناش اي حاجة اكتر من كده هو هل اساس ان احنا نبص على البيزي خالص وازاي ممكن نعمل شال ثيم وبعد كده ان شاء الله طبعا انا كلمت في الموضوع ده هو مش هنطول فيه او ان شاء الله هنكلمت فيه وان شاء الله هنشرحه بالتفصيل الموميل الاول ما نيجي نخش عليه طبعا طبعا هو ده الثيم اللي احنا هنعمله من الاول للاخر على قدينا ان شاء الله هنبص عليه وطبعا الثيم ده ريسبونسوف طبعا جاي من الديسك توب واخد بعد كده على التابلت بتاعتنا وبعد كده واخد بعد كده على الموبايل بس هنرجع ونقول عايزين التفعيل هنا وهنا هنعمل رفريش تاني على اساس ان احنا يجي لنا هو هو الشال ثيم بتاعنا وهنقول توكلنا عليك يا الهي بسم الله الرحمن الرحيم هنروح نفتح دريم ويفر على اساس ان احنا عايزين نستطب ونعمل امبورت لكل الفايلات بتاعتنا لدريم ويفر بس بطريقة صح على اساس ان احنا نستخدم كل حاجة في دريم ويفر هو من دهالنا نعرف نستخدمها ونشتغل عليها هنقول سايت وهنقول نيو سايت طبعا وهنا هنقول طبعا صاري اتنين براحتك هنقول معرب معرب وهنروح هنقول الفايل بتاعنا فين هنروح على الكمبيوتر وهنروح على السي وهنروح على اكسام بتشوف انت اللوكل هست بتاعك اسمه هي والسيرفر الشخصي اتش تي دوكس يمكن عندك تيبقى دابليو 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 وبعد كده هروح على معرب وبعد كده هدوس على سيف ونروح على السيرفر وهنيجي ندوس على لمة البلوس طبعا هتلاقي فيه option كتير اول طلعلك ما بين basic و advanced احنا الوقت في basic بس طبعا هنا لو بصيت هتلاقي ftp هنيجي هنا وهنقول ان احنا عايزينها localhost طبعا بدأ يقل الموضوع طبعا هنا مفيش مشاكل سميه براحتك هنقول localhost زي ما هو وهنا الفولدر هتلاقي هو هو تمام وهنيجي هنا هنروح هنا وهناخد ونقول ctrl c وهنيجي على dreamweaver تاني وهنقول هنا ctrl v طب احنا عربنا نخلص هنروح بس على advanced وهنقول بس السيرفر mode بتاعنا ان هو php my school على اساس ان هو ده السيرفر بتاعنا هو ده الكود اللي احنا بنكتب به وهنقوله save وطبعا هنشير رموتو لانا احنا مش هنعمله upload احنا عامله بس testing وهنقوله save طبعا هو الوقتي هياخد حوالي ثواني على اساس ان هو يعمل import لكل الفايلات wordpress على اساس ان احنا ممكن نشتغل بيها واحدة واحدة وهنشوف الوقت ازاي ان احنا ممكن نشتغل بالحاجات دي هنسيبه كمان ثانيتين وكمان ثانية وكمان الحمد لله تمام كده طبعا زي ما انت شايف الفايلات كلها ورد برس اللي قدامك ده الورد برس كامل متكامل طبعا نيجي هنا ونقول على اندكس وهنيجي نقول بعد كده هنقول على لايف هنروح على لايف وطبعا هنا هتلاقيه فتح لنا وورد برس قدامنا طبعا في دريميور فتح لنا كل حاجة طبعا احنا ممكن نستخدم بقى حاجات كتير بقى زي الفايل باك الانسباكت ونيجي بقى نشوف هنا هوا ونشوف الحاجات دي كل كلها وطبعا السي اس اس بتاعتنا هتلاقيها لما نفتحها ونيجي هنا وطبعا على كورنت وطبعا هنا هتلاقي هنا وقعندك كل حاجة هنا والهيدر بتاعنا الحاجات دي كلها مش هنتكلم عن الموضوع دلوقتي وهنشيل اللايف بتاعنا خالص وهنروح بعد كده على الكود وطبعا هو ده الكود اللي واخد الاندكس طبعا احنا عندنا طبعا اتنين اندكس طبعا ده الاندكس اللي واخد السايد كلها وطبعا هنا في كونتنت ولو روحنا على ثيم وبعد كده لو روحنا على 2011 هنلاقي نفسنا في اندكس اه التاني اه هو ده الاندكس بتاعنا طبعا احنا ممكن نفتح الاتنين اندكس زي ما انت شايف وطبعا من هنا ها من اول ايكون فوق اللي هو open documents هنشوف هنا بيقولك بالزبط انت افتح الاندكس نهو طبعا ساعات ممكن تشتغل على كذا اندكس على كذا اندكس فبدل ما تتلخبط طبعا بتيجي نهو وبتبدأ تشوف الاندكس اللي انت شغل عليه وطبعا هو بيبقى باين بس على اساس ان الواحد ما تتلخبطش والحاجات دي كلها طيب احنا هنقفل ده خالص هنقفل ده خالص وهنروح على ثيم هنعمل بس كلكي هنقول right click وهنطلع فوق وهنقول new folder وهنقول عليه هنخليها معرب معرب مو مش عارف اكتب معرب مو ونخليها معرب واحد على اساس ان احنا هنعمل اتنين مع بعض وهنعمل كده هون وطبعا هنا هون هنعمل click ايامين وهنروح نقول new file وهنقول عليه style dot css طبعا هنا احنا مش محتاجين الفايل واحد بس الوقتي لان احنا لو روحنا الوقتي هنا هو في الباكن بتاعتنا وروحنا على المظهر وروحنا على القوالب هتلاقيه تحت بيقولك ان القالب يحتوي الاخطاء وطبعا القالب ده ان هو مش عارف يقراه فاحنا هنحاول ان احنا نخليني يخليه يقراه اه هنيجي هنا وهنعمل double click على الاندكس طبعا احنا هنخلي wordpress يقرا الشيء theme عن طريق ال style بس مش هنحط اي اه فايل تاني الوقتي ان شاء الله طبعا هنعمل ال comments بتاعتنا طبعا الجزئيه دي بتبقى مهمة اول wordpress على اساس ان هو بيفهم المعلومات اللي جاية له فطبعا هنقول اول حاجة theme name وهنعمل ال column بتاعنا وبعد كده هنسيب مسافة اه وبرحتنا بقى هنقول هنقول اللي عايزينه اه معرب 1 تمام هننزل تحت وهنقول اللي عايزين theme URI URI وهنخش وهنقول طبعا انت بتكتب براحتك بقى هنقول http slash aerobic aerobic dash html dot com هننزل تحت وهنقول طبعا author بتاعنا اللي هو مين اللي كاتب من اللي عمل الثيم دوا هنقول اه امرو التويني طبعا انت براحتك بقى بتكتب اسمك وبعد كده هنكتب author author وبعد كده author URI URI وهنكتب برضو http slash aerobic dash html dot com طبعا هنا فيه شوية معلومات لازم wordpress بيعرفها انت ممكن تقلل المعلومات دي بس theme name والحاجات اللي جاية زي مثلا الوقت اللي هي هتبقى version طبعا يعني دي اول نسخة ليه او اي حاجة طبعا انت ممكن تكتبها اه واحد كومة اثنين او اه او واحد اه واحد كومة زيرو او زيرو كومة واحد او ممكن بتحط هو الواحد بس وخلاص كده دي حاجة انت اللي بتشيلها انت اللي انت تشوف انت مرتاح لايه طبعا هنقول tags التجزة هتبقى هنقول علي dark comma two columns two ونعمل ال dash بتاعتنا ونقول columns انا مش عارف اكتب النهاردة مش عارف ليه columns وهنعمل كومة تانية وهنكتب basic هننزل تحت ونقول description بتاعنا يبقى description بتاعنا طبعا انت بقى بتكتب بقى كل حاجة بقى اه وهنقول twenty dash eleven 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 اه child theme بس كده وطبعا اهم حاجة في الموضوع ان احنا ازاي نخليشها theme طبعا انت بتشوف theme اللي انت هتعمله القلب الابن وطبعا بتكتب هنا بعد كده اللي هي template وطبعا لازم نكتب بعد كده اسم 2010 زي ما هو مكتوب بالزبط في اه في الفولدر بتاعي يبقى هنكتب twenty eleven eleven وبس كده وهنعمل كده save وهنروح نعمل refresh وطبعا هنا زي ما انت شوفت وطبعا هنا زي ما انت شوفت القلب بواسطة عمر الدويني طبعا في معينة في تفاصيل طبعا التفاصيل لو عملناها هتلاقي طبعا المعلومات اللي احنا لسه حطنه هنا هو طبعا احنا نقول تفعيل وبعد كده هنروح هنعمل refresh طبعا كل حاجة بازت لانه طبعا من غير style خالص لسه في style جديد طبعا احنا مش هنعمله ال style من اوله جديد هنحاول ان احنا نعمل import لل style بتاعنا بسم الله طبعا احنا هنا هنبص الوقتي ان احنا هنعمل import لل style sheet اللي جاي من 2011 طبعا احنا لو بصينا فوق هنا هنلاقي هي دي الجزئية اللي لازم كل مرة واحنا بنكتب اي قالب جديد او theme جديد لwordpress لازم الجزئية دي هي دي اللي احنا نكتبها طبعا في حاجات بتبقى زيادات في حاجات بتبقى نواقص دي مفعاش مشاكل بس الجزئية المهمة خالص اللي هي التمبلت 2011 او اسم القالب theme اللي انت عايز تعمله shell theme او القالب الابني ليه طبعا الatenain style css هنروح على 2011 مثلا وهننزل تحت هنلاقي هنا ال rtl.css وهنا ال style بتاعنا لو عملنا على css احنا ممكن ناخد كل ده copy و paste بس على ايه اه وهنا طبعا ال rtl للقو اه لل للغة اللي بتكتب عكس الانجليش على اساس ان كل حاجة معمول لها معمول لها align left بتروح right واللي كان right بتعمله left على اساس ان هو بتسهل الموضوع لنا شوية اه هنيجي هنا وهنعمل import لاي file css زي ما بناخد من file css هنروح ونقول add import url وهنفتح ال process بتاعتنا وهنحط الباث بتاعنا وهنكتب هنا 2011.style.css وهنقفل كل حاجة مش عايزين ننسى ايها خالص سما كل من بتاعتنا وهنقول ctrl s وهنروح بعد كده على البراوزر بتاعنا وهو f5 ctrl r او بتاعتنا ال refresh من انهو طبعا وزي ما احنا شوفنا ال style بتاعنا جيت تاني خالص بس لسه ما حطناش ال rtl ف لو لاحزت هتلاقي هنا البحث ال search box بتاعنا جاي من ناحية الشمال لان هو كان موجود هنا ناحية الشمال بقى راح ناحية اليمين وهنا ال header بتاعنا وهنا طبعا ال navigation bar زي ما انت شايف تحت برضو جيت ناحية الشمال لان طبعا اي قالب او اي theme english بيتكتب بنفس الطريقة دي هننزل هنا وهناخد الجزئة دي كلها وهنقول ctrl c وهننزل تحت ونقول ctrl v وهنخش على كلمة style وهنكتب rtl هنسايف وهنروح برضو نعمل refresh تاني ولا شوفت هنا ال search box طبعا راح مكانه الجنب التاني وهنا طبعا ال header جاه جنبنا وهنا طبعا ال navigation bar ومش فاكر كان في ايه تاني بس هي دي الحاجات اللي احنا لاحصناها ان ممكن ندخل فيها rtl.css اللي احنا محتاجينها فعلا كده احنا هنوقف شوية للكود وهنخش على ال dashboard بتاعتنا على اساس ان احنا نبدأ نتكلم على الحاجات دي كلها وطبعا هنا زي ما انت شايف انا هجيب رايح على المظهر وروحت على خيارات القوالب وهنا واخد اللون الابيض بتاعنا طبعا احنا نروح على اللون الاسود لان احنا عايزين نخليه اسود لان هو مدي لك اختيارين هو default بتاعه مدي لك اللون بتاعه اختر اللون طبعا انت ممكن من هنا تختار اللون اللي انت عايزه بس احنا نسيبها الوقتي هنا تحت بيقول لك عايز المحتوى على اليسر او على اليمين او من غير قائمة جانبية طبعا اللي هي sidebar فاحنا هناخد الsidebar من اليمين هناخدها على الشمال وهنقول له بعد كده حافظ لو رحنا هنا هوا وعملنا refresh تاني هنلاقي اللون بقى اسود بتاعنا القائمة الجانبية او sidebar بتاعتنا جيت نحية اليمين هنروح على اتر رؤوسة اللي هي الهيدر او اليمج بتاعتنا الكبيرة ولو بصيت هنا طبعا متخدش بالك من الجزء ايدي انا كنت اعمل صورة كنت اعمل upload لصورة ومسحتها فطبعا لسه الصورة باينة بس مش هتبقى عندك هنا طبعا الصور اللي احنا اللي موجودة لwordpress وهنا بيقولك بشكل عشوائي على اساس ان احنا كل refresh بنعمله بتطلع علينا هيدر جديد او image جديد وهنا طبعا انت ممكن تختار اليمج اللي انت شايفها كويسة لك لا انا عايز اثبتها على الصورة دي يبقى كده تمام احنا نروح هنا قبل ما نرفع الصورة عايزين بس نرى الجزئية دي ان هو بيقولك ان انت ممكن ترفع الصورة بتاعتك مفيش مشاكل بس عايز العرض بتاعها هيبقى 1000 pixel low width وهيبقى الارتفاع الهيد بتاعنا 288 يبقى احنا لازم قبل ما نطلع الصورة بتاعتنا نعرف ان احنا محتاجين عرض 1000 الطول بتاعها 288 وهو ده اللي احنا عملناه هناخد الهيدر بتاعنا ونقول open وبعد كده هنقول رفع حتى لو انت عملنا نفس المقاس زي ما انت شايف هتلاقيه بيقولك ممكن تعمل لها سلايز ممكن تبقى فيه حتى مش حلوة فيه اي حاجة بس لو انت عملنا نفس المقاس واخدت منها جزء wordpress هيعمل لها لك stretch فانت احاول دايما انت كل حاجة الصورة بتاعتك تبقى جاهزة وهنجي هنا نقول تقصي تخط القص تقصي الحقائق ماشي وطبعا زي ما احنا شوفنا هنا احنا اخدنا الهيدر بتاعنا وهنروح على الموقع ونقول برضو F5 وهنا الامج بتاعتنا تمام جدا وهنروح بعد كده على الخلفية هنروح على الخلفية وطبعا هنا لسه طبعا ما فيش خلفية والخلفية لونها اللي هو الجريش الفاتح هنروح نختار الصورة بتاعتنا ونقول هي دي الصورة البجي 2 ونقول له رافع طبعا هو رافعهان الوقتي وطبعا هي بقولك اليسار واسط يامين مش هتفرق ايه ليه لانها بقولك بدون تكرار او عايزها بشكل متراس مكرر افقيا رأسيا طبعا هنا ايه لو هنتكلم بلغة السياس هتبقى ريبيت وهنا طبعا ريبيت اكس وريبيت واي فطبعا احنا نسيبها ريبيت لان احنا عايزانها ريبيت لكل الامج بتاعتنا وهنا اللون الخلفية ده مش هتفرق معنا خالص متحرك مع صفحة او ثابتة برضو مش هتفرق جامد لان احنا بعد كده هتبقى الخلفية بتاعتنا بس لو سيبناها متحرك يبقى احسن وزي ما احنا شايفين الخلفية بتاعتنا الـ background gate الخلفية الشكل بدأ يدي للشكل بتاعنا اللي احنا شايفينه هنا هوا معاش فيه اللي حاجات بسيطة ان شاء الله هنيجي هنا هوا وهنروح بعد كده على خيرة القالب او على القالب انا ما اعتقد هتبقى على القالب فعلا هنروح على القالب ونروح على تخصيص وطبعا هنا زي ما احنا شايفينه عندك كل حاجة هنا طبعا جابلك زي شكل للموقع كده مبسط وانت بتبدأ تغير فيه ممكن هنا الاسم خالص اللي انت عايز تغيره او ممكن بتشيله هنا هوا طبعا احنا الوان هي دي الجزئية اللي احنا محتاجينها بس لو نزلنا تحت نظام من تصميم لسه كنا فيها الوقتي محتوى على يسار او وهنا اخر التدوينات بس احنا هنفضل هنا في الالوان على اساس ان احنا هنغير الالوان بتاعتنا واحنا مش محتاجين من هنا الا لون التروسة اللي هو الهيدر بتاعنا وهنا لون الروابط اللي هو اللينكس اللون البرتقاني هنعمل كليكة جوه وهندوس دوسية جوه هنحط الهاشمارك بتاعتنا وهنقول كنترول فيه هتاخد بس ثانية اثنين ثلاثة هتلاقي هنا اللون الوقتي بيتغير بتاعنا هننزل تحت وهناخد اللون بس الاول كده هنقول كنترول سي وهنجي هنا هنعمل كليكة جوه وهنقول الهاشمارك بتاعتنا هنقول كنترول فيه ثانية اثنين ثلاثة اربعة هنلاقي هنا هون اللون بتاعنا اتغير وهنا هنقول حفظ بس كده هنقول هنا اغلاق لان احنا مش عايزين الجزئية دي تاني وهنعمل ريفرش وكده يبقى احنا خلصنا جزئية كبيرة جدا الفرق الوحيد بين الاتنين ثيم اللي احنا محتاجينه من هنا زي ما انت شايف هنا فيه مفيش البحث السيرش بوكس لان احنا محناش محتاجينه احنا عندنا واحد بس هناو وده احنا ممكن نحطه في المكان اللي رياحنا انا ممكن نحطه هناو تحت او ممكن نحطه تحت خالص او لو عايزين نحطه في الفوتر بتاعنا دي مش هيبقى فيها مشاكل لان دي جزئية ممكن نتكلم فيها عن طريق المربعات القائمة الجانبية او الوجت اه اه حنيجي نقول اه اف اتناشرoses ان نحن نشوف ال FIREBUG ب piedام احنا بنشتغل ا ا او على ا اعلق شهو تيم هه يجب بال became disable.لازم تعرف ان ال soulは he who is صديقك الوحيد اه طبعا هندوس على قبل الامة العدسة وهنيجي هنا هنقفه على القيام ال또 search box ودينا له display none هنلاقي اللي اتنين يروحوا بس احنا عايزين واحد بس احنا عايزين ده مش عايزين التاني يبقى احنا هندوسك للكية جوه كده هو ونبدأ نطلع نبص على واحدة واحدة لغاية ما هنطلع نبص هنا هو هنلاقيه هنا هو لا هنا هو في بداية الهيدر طبعا هو كده واخد الهيدر كلها انا عايز بس اجيب جزء ايدي كلها لو اعملت بس على الهيدر هنلاقي ال input field جوه الهيدر يبقى دي سهل خالص في ال css هنروح على dreamweaver وهنجي ننزل كده تحت شوية وهنقول هنا هيدر ااا input وال dot بتاعتنا وهنقول input field هنفتح الكرلي بريسس وهنقول display none تمام كده semicolon كرلي بريسس بتاعتنا بس عايزين ننزلها تحت وهنسحبها على برا كده شوية لو احنا كده تمام هنقول ctrl s هنروح نعمل refresh وزي ما احنا شوفنا هنا el search box بتاعنا راح ولو نزلنا تحت هنلاقي el search box بتاعنا زي ما هو وهو المطلوب اثباته هنيجي هنا عايزين نعمل line تاني لو عملنا كده ها وروحنا تاني على line اه احنا ممكن نقفشل line ده مسكنا كده ها هنا هنلاقي فيه class اسمه entry ومدينه border border color طبعا لانه هو مش هو ده color بتاعه بالزبط اه لو شلنا border ده خالص هنلاقي فيه لسه فيه border تاني خالص بس لو نزلنا طبعا هناو في السي اساس بتاعاتنا هنلاقي فيه الهانتري تاني واخد ال all media ال all media ايوه واخد border bottom هناخد كده ها هنلاقي ده الجزئية دي هو ده اللي احنا محتاجينه خالص والهانتري طبعا هناخد الجزئية دي من هنا اللي هناو كده ها بدل ما نقعد نكتبها وهنيجي هنا اهو control V بس مش لازم نحط الاتنين class هو كفاية class واحد وهنا هنخلي من bottom ل top وهننزل تاحت على اساس ان احنا نقف ال curly process بتاعتنا control S refresh ولو بصين هنلاقي نفسنا عندنا الاتنين line وال theme بتاعنا بقى شكله انضف بس لو بصينا فوق هناو هنلاقي line طبعا لانو ااخد border top لكل التدوينات بس احنا مش عايزين border top بتاعنا اللي فوق يبقى نروح هناو وهناخد وهناخد ال class بتاعنا control V column وهنقول هنا first dash child على اساس ان احنا عايزين نشيل اول border خالص موجود يبقى هنقول border dash top وعايزينه none لانو احنا مش عايزين اي حاجة تاني مكانش صعب خالص شفنا بشوية كوت صغيرين بدأنا حولنا كل حاجة من هنا ل هنا طبعا انت لو حولت الوقت للثيم ال 2011 الاصلي هتلاقي برضو لوني اسود الالوان بتاعتها لان دي clickات لكن هتلاقي search box بتاعك هتلاقي هنا line 1 طبعا الكلكات دي احنا ممكن نرجعها دي ما فيهاش مشاكل هنيجي هنا طبعا هنا لو بصنا مفيش screenshot دي ما فيهاش مشاكل اوي لو رحنا على طبعا على على الفايل بتاعك htdocs وروحنا على معرب وروحنا على WB content theme ونروح اول حاجة على 2011 هنسرق منه بس ال screenshot دي هنقول ctrl c ونروح على معرب ونقول ctrl v طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين هو ده theme بتاعنا احنا ما كتبناش اي حاجة تاني وهناخد دي هنفتحه طبعا في fireworks او على photoshop دي حاجة بترايحك انتا ونقوله file وعايزين نعمل import وهناخد الheader بتاعنا تاني وهنا هناخد جوس ايه دي هناخدها كده وطبعا هنا وهنقول ctrl c وبالalt بس طبعا الكلام ده كله هو نفسه photoshop بس اعايزين نكبرها شوية الساسي بقى مهاش شكلها وحش شرنا كمان شرنا كمان بس كده تمام هناخدها بس كده شرنا وكده شرنا وهنروح على فايل تاني وهنقول save هنروح هنا هنعمل refresh طبعا زي ما بصين هنلاقينا هنا ال screen shot بتاعتنا جيت التخصصات الحاجات دي كلها بتاعتنا ال show theme بتاعنا هو 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 ده الشغل بتاعنا اللي احنا عملناه ما عملناش اي حاجة خالص طبعا هنا موجود الفولدر والفايل هنيجي بس هنا هنعمل click here على الفولدر بتاعنا وهنعمل refresh هنلاقي كل حاجة جيت تمام وكده يبقى احنا عملنا ال show theme بتاعنا وبصينا على basic show theme وبس خلاص اشوفكو المرة جاية يلا سلام يا عرب